يحتل العراق المركز الرابع في قائمة الدول المنتجة للنفط حول العالم ما يعني ناتجاً قومياً مرتفعاً يضمن للمواطنين مستوى معيشياً تتوفر فيه السلع والخدمات الأساسية بل والترفيهية كذلك إلا أن العراقيين يعانون منذ الغزو الأمريكي من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وانخفاض مستوى دخل الفرد وانهيار القطاعات الخدمية الأساسية لا سيما الماء والكهرباء والصحة والتعليم وعلى الرغم من أن العراق يعد واحداً من أكبر مصدر النفط في العالم إلا أنه يستورد المشتقات النفطية من إيران بمليارات الدولارات وقد كانت إيران تستورد المشتقات النفطية من العراق حتى عام 2010 حيث تقول وزارة النفط إن العراق يحتاج إلى استيراد ما قيمته ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار خلال العام الجاري الأمر الذي دفع محللين إلى القول بأن ثمة شبهات فساد في الأمر إذ أن العراق بالطبع لا يعجز عن تشغيل مصاف النفط بكامل طاقتها الإنتاجية أو بناء مصاف جديدة تؤمن الاحتياجات المتصاعدة للمنتجات النفطية غير أن بناء المصاف الجديدة يصطدم بما في الفساد التي تتحكم بالقطاع النفطي بحسب ما يكشف مؤخرا بشأن مشروع إنشاء مصفا للنفط في ميسان بتكلفة ستة مليارات ونصف المليار دولار وهو المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه صفرا بعد ست سنوات من إطلاقه ما يعني أن هناك من يدفع نحو تعطيل العمل بالمصافي من أجل إبقاء العراق دوما في حاجة إلى المشتقات النفطية الإيرانية وفي الوقت الذي تعلن الحكومة فيه عجزها عن دفع رواتب الموظفين بسبب الأزمة المالية تكشف لجنة العمل النيابية عن واردات من المشتقات النفطية تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار سنوية لا تسجل في الموازنة ما يؤكد ما يراه المحللون من شبهات فساد ترجمة نانسي قنقر